السلام عليكم الاخوان كديرين كانت من تكونوا كاملين بخير على خير محبا بكم في قناتكم اياتيك انفو ومحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله الاخوان عندنا مراجعة الجديد لدخل الاسواق المغربية من شركة ايتيل اللي هو ايتيل اصبعين الاخوان هاد الهاتف حاليا ندير واحد دجرة كبيرة غضي نتعرف على المميزات دياله اللي خلته دير هاد الهاتف كذلك الاخوان ما غضي ننسوا السلبيات دياله وغضي نشوف وشي سهل واحد يشريه وشي القيمة اللي كي قدمنا هاد اله دياله هاد شي كامل الاخوان غضي نتعرف عليه في هذا الفيديو ولكن انتي مهتموك انتي باغي شري هاد الهاتف تبع الفيديو حتى للاخر باش كده تعرفوش يصلاح لك تشريه ولان ما تنسوا نشاء الاخوان بالدعم ديالكم لأول مرة كيشوف القناة الشارك والفعل زر الجرس وما تنسوا الجيم للفيديو الاخوان لان الدعم ديالكم هو هادا بليجيم وكومونطير وكده الاخوان غضي نصمروا دائما في الجديد كيف ما ولفناكم بلما نطول عليكم كذلك الاخوان سحاب نجم السا غضي نح امامكم الباش جديدة وهذا هو اللوغو دياله نبدأ الانبوكس ديال الهاتف نشوفه لازك تسوى اللي كي يجيونا مع هذا الهاتف نبدأه على براكتي وكيف ما كتلاحظوها الاخوان اول حاجة هو الامبالج ديال التليفون بتلوه اعطيه واحد شكل زواء هناك دايا اول حاجة الاخوان قلقه والهاتف غادي رجعو له من بعد باش نشوفه تصميم دياله لان تصميم الاخوان دير واحد جهة كبيرة وهاتش اللي غادي نصرفو عليه وهناي الاخوان عندنا البوشيطة ديال الهاتف ما ديش نور ريالكم دا باب اللاتي لان تلعب دور كبير في تصميم ديال الهاتف هناي الاخوان عندنا الشارجور كي يجينا مع الهاتف في العلبة قابل شاحن من نوع طيب سي لكيس كذلك الاخوان شركة سيتي المازالة محصف دس قريبا بجميع لزاكسي سوار دياله واخيرا اللي برابش كان جبدو ليب بيوس او كارت مموار بالنسبة للبوشيطة ديال الهاتف الاخوان اول مفاجأة كينا هي هذه كيف ما عادي تلاحظو صراحة فيها واحد شكل ديال لزايفون ديش ساوي مدارو لهات السيركل هذا ديال لاشارج هذه الاخوان اول ميزة لدارت شركة ايتال والعبات بالزاف على تصميم بالنسبة للتليفون ديال لزايفون سنرى كيف سيأتي في التليفون وكذلك سنتعرفوه على تصميم دياله بالنسبة للتصميم ديال الهاتف الاخوان كيف ما تلاحظو طنضونس عاطي واحد شكل ليزوين واي واحد شافوا غادي يعجبو خصوصا الناس اللي عزيز عليهم تصميم ديال لزايفون فهذا التليفون هذا الاخوان غادي يعجبكم كيف ما تلاحظو اي شكل ديال الكاميراس كان يجوج كاميراس مع فلاش في هذا السيركل اللي دايرين كبار وهنا الاخوان جانف هاد اللون هادا اللي كيجي متميز بالنسبة للالوان اللي متوفرين في الهاتف كيني ثلاثة ديال الالوان كنا الاخوان هاد الخضر هادا كين كذلك الزرق دياله وكين واحد اللون بحالي لا دهبي وكذلك الاخوان احتلوا الكحل كيف ما كتشوفو جين هنا واحد خطوطة بحالي لا مخشبين الاخوان انتم ما كتشوفو هنا كينا اوصون ديزاين باي ايتال صراحة من حيث الشكل من الخلف ما عندي ما نقول عليه خصوصا الاخوان اذا ركبنا لها كيف كان تجي هانتم ما الاخوان فكي يجينيش انا الاخوان كيشبال ايفون كانز او لا ايفون كاتوز بخو ماكس ما كينش لفرق بيناتهم بان فوادي يشوفو شي واحد من البعيد الاخوان ما غديش يعرف بان هاتف ديال ايتال وصراحة ان الاخوان هاد ميزة كتحسب شركة ايتال لانها لعبات على الدزاين وخليت استهدف بزاف ديال ناس خورا اما بالنسبة لشكل دياله من القدم الاخوان كيف ما عاد يلاحظوا هنتم الاخوان كيف قدلكم احتم شكل ملق ديال ايخوان شركة ايتال لعبات بزاف على شكل ديال وايز ايفون كيف ما كتشوفو الوادية الواجهة. ينفوا يشوفوا شي واحد من بعيد. صراحة غادي صحبت له شي ايفون. بالنسبة لكاميرا ديال السيلفي جتنا على شكل نقطة اسمه شكل القديم. لكن الاخوان اضافة لزت لها شركة ايتال زت لها ديناميك بار وهي اللي غادي نشوفها من بعد كذلك. الحواف دياله الاخوان ما عالضينش بزاف. واد الامر كي تتعصاب رعادي في اقتصادية. مع دا الحفلية تحت هي اللي غليطة شي شوية. بالنسبة ديناميك بار اللي قلت لكم الاخوان انفو هادي ندير التليفوني تشارجر. هانتما الاخوان كيف ما كتلاحظوا. كتطلع لها تشكل هادا. وحتى القضية هذه اللي عباس فيها شركة ايتال. حتى بالنسبة لشكل ديال اللي يضيفون الاخوان. هانتما نعودوها مرة اخرى الاخوان. صراحة انك سعطي واحد شكل اللي يزوين. وهاد نقطة هادي كتتعصاب راييجابية بالنسبة لشركة ايتال. على العموم الاخوان كيبقى شكل اللي يزوين وطنطنس. اي واحد عزاز عليه. تليفونات ديال اللي يزيفون وما لقالوه مجاد. فهذا الاتفال الاخوان ناحية شكل ما عندي ما نقول عليه. من الفوق ديال الاتفال الاخوان ما كنل قوتها شي حاجة. اما ملتح سعدنا بلاس لكي 3.5 ميليم. ميكروفون مكالمات. مدخل شاحن طيب سي. والسماعات الخارجية كيفقلنا مونو. ما شي استيريو. اما بالنسبة لليسر ديال اللاتيف عندنا بلاس لكارت سيم و كارت ميموار كيخدم لنا جيد لكارت سيم و كارت ميموار في مرة واحدة. اما من لي من ديال اللاتيف عندنا ازرار تحكم في صوت وزير تشغيل. زير تشغيل الاخوان مدمجة مع البصماء. وبالنسبة الاداء دياله هو هذا الاخوان كيف ما كتشوفه ضغية كتستاجب. ما تغلطش وما تشتلقو معه شي مشكي. صراحة الاداء دياله مزيان الاخوان. اما بالنسبة للناس اللي كي لاحظوها الاخوان بدين الفيديو بالتليفون خضر ودابا غادي نكمله بلك حل. هكذا الاخوان جبتم بجوز الالوان باش تلاحظوا الالوان اللي فيهم وكده تشوفوهم بعينيكم. اما دابا الاخوان غادي ندوز نشوفوا الشاشة دياله الاتف والمواصفات دياله. بالنسبة لها الشاشة اللي جاتنا في اي تيل اصبعين جاتنا بحجم الصفة صلة الساببوس من نوع اي بي اس ال سي دي ديقة دياله اج دي بلوس 720 في 1612 بيكسيل. وبالنسبة للناس اللي كتتخدم بره في الشمس فالاضاءة دياله طالعة كتوصل خمسمائة دياله. لكن الاخوان ضروري ما تزيدوا لي فضو دياله. باش هكذا يبالكم كل شيء واضح. كتفت لي بيكسيل كتوصلنا 227 بيكسيل بار انج. وبالنسبة للمعدلة حديث الشاشة كتفت شركة اي تيل غير بالسي نيرت. اما بالنسبة لعرض الشاشة فهو وعشرين تسعود. هاتش اللي كان الاخوان بالنسبة للمواصفة دياله الشاشة لان الهاتف كي جينا قل من الف درهم ماذيش نتقدره منه شي حاجة اللي اكثر. صراحة الاداء ديال الشاشة مزيان مقارنة مع الفئة السعرية دياله خصوصا نسلي كاز بغيت تستعمل التليفون لفراجة او لفشي محتوى فرعقة دياله دياله اخوان وما ديش تلقوا معه شي موشي. إلا جينا نشوف الهاتف من ناحية الباطخة ولا شارج فشركة اتل حطت لينها بطارية بسعة 5000 ميلي امبير لكن للأسف الاخوان الفشارج دياله ضعيفة تجينا غير بعشرة واط صراحة نكون داره 15 او 18 واط كان تكون هكذا مزيانة مقارنة مع الفئة السعرية دياله لكن الاخوان هاتش اللي اعبرنا. وما نسو كذلك الاخوان يجينا مع الهاتف العلبة كيف ما شفنا في الانبوكسين. كالسي عمال عادي الاخوان يقدر يقدر يدوز معك حطا نهار ونصف او لا دو جو. لكن الاخوان إذا كنت تستعملوه بزاف وعاطينه ضدق. يقدر يدوز معك النهار بلا ما تحسن الشر. من ناحية السيستم ديال الهاتف كيف نبازع لانبوكسين لانبوكسين كيف ما كتلاحظوا بواجهة ايتل فيرسيون 13 صراحة نواجهها مستقرر بلا مشاكل. وبالنسبة النسخ المتصفرين في الهاتف كين ينجوش ديال النسخ. النسخة النسخة هي 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في سطوكاش فيها كذلك الاكستنسيون درام 8 و كولي الهاتف 12. ملاحظة الاخوان وكنصيحة لكم بالنسبة للناس اللي بعتقد هاد الهاتف من الاحسن تاخذ نسخة الهاتف من الاحسن لان هاد الهاتف فيه بروسسور ضعيف ومائتين وستخمسين الى مشاكل تعمرة الاخوان فالتليفون غضي يبقى تبلونطة وغضي بقى علاقية. هكذا الاخوان ما عادش تلقى وراح تقوم فيه. من الاحسن الاخوان تاخذوا ديال 44 مقارنة مع البروسسور وكذا الاخوان ما تلقوش مشكل في الهاتف. اما دابا الاخوان فقد ندوز نشوفوا النقطة ديال الاداء ونشوفوا اشمن البروسسور حيطت لنا شركة ايتيل في ايتيل اسبعين. بالنسبة لهاد النقطة الاخوان جانب بروسسور من الونيسوك تي ستمية وثلاثة هاد بروسسور الاخوان جديد في الاسواق المغربية معماريات صنيع ثمانية وعشرين مانومتر. كيف كان عرفوا الاخوان ثمانية وشرين مانومتر صراحة طالعة غدا تكون لكن بالنسبة الاداء ديال هاد بروسسور كي يعطينا اداء لي مزيان. الى كان السيء ما العادي ما وقع التواصل الشماعي وتصعب مساجات الى اخره فقد يعطيكم اداء مزيان ما غدا يش تلقو معها مشكل. اما بالنسبة الناس ديال اللي غدا يسهولو. فصراحة الاخوان ما تعولوش على هاد بروسسور هذا. ما غدا يش نقولو ما غدا يش يخدم لكن غدا يخدمهم بشكل اللي يتقيل وغدا يلقو معها شي صعوبة. من احسن الاخوان نتلي بغا تقصر وبغا هذا الهاتف تشوفش تليفون زايد. وكده ما تلقوش مشكل. هذا ما كيعنيش الاخوان بان تليفون فيه بروسسور ضعف. لكن الى كان السيخدم ديالك هذه ما غدا يش تلقو معها شي مشكل. اما دابا الاخوان غدا ندوزو نشوفو الكاميرا ديال الهاتف لاعتمدات عليهم شركة بالنسبة التصميم لكنوش غدا يعطيونا شي اداء اللي زوين هاد شي اللي غدا نتعرفوا عليه. بالنسبة الاخوان هاد الكاميرات كان ينجوج اساسية جتنا بضيقات 13 ميجا بيكسل وبنسبة الكاميرا التانية تانوية جتنا بضيقات 0.08. كي صور لنا الفيديو بالالف وثماني 30 اف باس. اما بنسبة الكاميرا ديال سيل فيها الاخوان فجتنا بضيقات 8 ميجا بيكسل ردي نخليكم ما بعد صور باش نحكمو على الكالي تيديا التصوير دياله ونشوفو الشركة ايتيل عطينا شي جودة في هاد الكاميرات بحل تصميم دياله. شكرا من بعد الاخوان ما شفنا تقريبا جميع المواصفة ديال الهاتف. شفنا الكاميرا دياله و الاداء دياله كذلك شفنا لها في الشارج و الاداء دياله اللي كتعطينا اداء مزيان مقارنة مع الفئة السعرية و باقي المنافسين. كذلك الاخوان حاج بطارية 5000 ميلي امبير لكن كتجينا غير باشروات هذي نقطة سيلبية كو كانت 18 او ل 15 كيف قلنا كان تكون حسن. كذلك الاخوان حتى بالنسبة الصوت فهو غير مونو ماشي ستيريو لان خرج هاتف اقتصادي في تامن دياله الاخوان و عنده الصوت ستيريو كذلك الاخوان بروسسور اللي كان سيخدم دياله عادي فارح صانح. هاتش اللي كان الاخوان فهذا الفيديو و فهذا المراجعة ما تبخلوش علينا بلايك والبرتاج مع الاصدقاء كذلك الاخوان ما تنسوش تدعمونا في باش فيسبوك الجديدة هي هذي اللي هذي نخلي لكم اللوغو دياله الاخوان. كانت سمنة تكونوا السفت و معنا في هذا الفيديو و اللي يبغي يتابعني الى انستغرام فكل شيء نخليه لكم في صندوق الوصف. سبارك الله عليكم السلام عليكم.